لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صد الأقلام حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ولكن نبدأ من أهم العناوين في موقع الهيئة ناد في حصيلة جديدة ارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها في الموصل القديمة إلى 1780 في صحيفة البدى المدى البصريون يصعدون سقف مطالبهم رئيس الوزراء المقبل من حصتنا ولا بد من إلغاء الدستور في موقع كتابات متظاهر العراق يهددون بقطع طرق والبصرة تتحضر لاعتصام مفتوح في موقع الجزيرة ناتا الرئيس الفنزولي يتهم أمريكا وكولومبيا بمحاولة اغتياله في العربي الجديد الرئيس الفنزولي ينجو من محاولة اغتيال بطائرة بدون طيار في القدس العربية العباد يقترب من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء وفي صحيفة الحياة اردوغان سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الامريكيين في تركيا أسلام عليكم استمرار التظاهرات وتصاعد مطالباتها بتوفير الأمور الخدمية إلى إزالة العملية السياسية وتغيير الدستور دون خوف أو تردد كسر حاجز الخوف وشجع الآخرين على المطالبة بتخليص مناطقهم بحسب الكاتبة باهرة الشيخ لي في مقال بصحيفة العرب اللندنية فصائل الحجد الشعبي باختلاف تسمياتها متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المناطق السنية وبنهب الممتلكات العامة والخاصة مما جعل عشائر سامراء تعلن أن سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر إذا لم توقف تجاوزاتها وتترك المدينة فسيكون للعشائر موقف آخر ولم تستطع الحكومة مواجهة التظاهرات المتواصلة وتصعيد سقف مطالبها من أمور خدمية إلى إسقاط الدستور والعملية السياسية بعمليات استدعاء من يسمون أنفسهم شيوخ عشائر هدفهم الاستفادة من هبات الحكومة وامتيازاتها إذ أصبح هؤلاء غير محترمين في مدنهم وبات تأثيرهم ضعيفا جدا إن استمرار التظاهرات وتصاعد مطالباتها من توفير الأمور الخدمية إلى إزالة العملية السياسية وتغيير الدستور أعلنا ومن دون خوف أو تردد ومواجهة المتظاهرين للدروع العسكرية بأجسادهم العارية ومنع تقدمها كسر حاجز الخوف وشجع الآخرين على المطالبة بتخليص مناطقهم من إرهاب الميليشيات بهذه العملية التي حدثت في شمال بغداد في قضاء الدجيل انكشفت أوراق اللعبة التي تمارسها إيران عبر ميليشياتها المسلحة في العراق فقد ثبت أنها تستهدف العرب في العراق سنة كانوا أم شيعة ولا تتورع عن ضربهم كما ضربت أبناء المناطق السنية وعززت هذه العملية الاعتقاد المتنامين بين العراقيين بأن الميليشيات ستخرب مناطق الشيعة بعد فراغها من تخريب المناطق السنية وبحسب الخبير الأمني والضابط في الجيش العراقي السابق حسين الكلاك فإن طبق السياسي الحاكمة لا يهمها الشعب سواء كان من مذهبها أم لا بقدر اهتمامها بالمنافع والعمولات التي تحصل عليها من المناصب التي تتبوأها بحسب الكاتب اليوم يكون قد انقضت على انطلاق الحركة الاحتجاجية الحالية أربعة أسابيع بالتمام والكمال منذ البداية رفع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي رفع صوته عاليا بأن مندسين قد اخترقوا التظاهرات ومثله ردد كالببغاء بلهجة يقينية عدد غير قليل من أفراد حاشيته من المساعدين والمستشارين ومن قيادي اتلاف النصر وقادت أحزاب وميليشيات وأعضاء في حاشيتهم فضلا عن قيادات أمنية اتحادية ومحلية ومحافظين ورؤساء وأعضاء مجالس محافظات ممن استشعروا الخطر بحسب الكاتب عدنان حسين في مقال نشرته صحيفة المدى عن التظاهرات الشعبية في العراق حفلة الاندساس تلك لم تضع أوزارها فقد تراجعت مع ذلك فإن حكومة السيد العبادي والقوى الأمنية التي يقودها وجهاز الدولة العرمرم لم تنجح جميعها حتى اليوم في العثور على مندس واحد ليقدمه إلى القضاء كي ما يجعل منه عبرة فلا يعود أحد يندس في التظاهرات اللاحقة التي لا بد من أن يتكرر تفجرها إن لم تعمل القوى المتنفذة على تحقيق مطالب الحركة الاحتجاجية بوصفها مطالب محقة ومستحقة ودستورية كما جاء مرات عدة على ألسنة المتحدثين عن الاندساس والمندسين أنفسهم لم يكن حديث الاندساس جديداً هو يعيد إنتاج نفسه منذ 2010 حتى اليوم مع كل موجة من الاحتجاجات الشعبية على استشراء الفساد الإداري والمالي وانهيار نظام الخدمات وانحدار الممارسة السياسية كان المندسون يوصفون في السابق بالبعثيين والقاعديين وإذ لم يعقب الإمكان العودة إلى الأسطوان القديمة صار اسم المتظاهرين أو بعضهم الآن مندسين لم تدرك العقول الصغيرة لكل هؤلاء الذين حملوا راية الاندساس أنهم بهذا إنما يشتمون أنفسهم ويدينون ذواتهم المندسون لم يكن لهم موجود في الواقع إلا في هذه العقول الصغيرة بل هي في صناعة مفبركة عن قصد لتشويه سمعة الحركة الاحتجاجية والقائمين عليها ولتبرير التعامل مع المحتجين بقسوة مفرطة على النحو الذي حصل بالفعل مع الحركة الحالية حيث قتلت القوات الأمنية وعناصر الميليشيات 14 شخصا وأصابت بجروح مئات آخرين فسلاح الذي انطلق منه الرصاص الحي والغازات الخانقة كان في أيدي القوات الأمنية وعناصر الميليشيات حصرا ويضيف الكاتب في الحقيقة كان هناك مندسون لكنهم من القوات الأمنية ومن الميليشيات وهذا ما يفسر عدم اعتقال أي مندس حتى الآن وتقديمه إلى القضاء وعدم تحقيق جهزة الدولة وبخاصة جهاز للدعاء العام بقضايا قتل الأربعة عشر محتجا وجرح المئات لو نظرنا إلى الخارطة الجغرافية العالمية لو وجدنا دولا تعيش حالة الرفاه والسعادة مستوى الدخل عالي جدا مستوى الخدمات جيد حصانة المواطن موجودة درجة الفساد تكاد تكون معدومة في حين على الجانب الآخر هناك بلدان على درجة عالية من الفقر والعوز تعيش شعوبها وضعا مزريا بلدان تكاد تكون متخلفة بكل معنى الكلمة تعاني شعوبها الحرمانة والجهل والتخلف ليس هناك احترام لحقوق المواطنة حيث الفساد والجهل وانعدام الخدمات نهيك عن المستوى المعاشي المتدني حيث تصرف الواردات على الرغم من محدوديتها على ملذات الطبقة السياسية الحاكمة وعوانها وعلى رأسها الحاكم نفسه من المتشبثين بالسلطة والجاه كما يحصل في العراق عن الاستبداد والظلم في العراق كتب عبد الكاظم محمد حسون مقالا نشرته صحيفة الزمان العراقية إن حالة الاستبداد للحاكم وللمتنفذين من الأحزاب والميليشيات والحركات المنطوية تحتها بأسماء مختلفة والتي تعمل فوق القانون أصبحت سمة تلك البلدان وللأسف الشديد منها العراق إن حالة الاستبداد حالة شاذة تؤدي ببلدانها إلى هاوية السقوط والتردي وحالة الخوف والفساد وانعدام القانون ومشاريع البناء وعدم خلق جيل واع يتبنى المسؤولية التاريخية تجاه وطنه إن الاستمرار على حالة الاستبداد من قبل طبقة سياسية مهما كان نوعها ومكوناتها كارثة تاريخية أدي إلى ضياع شعب كامل وليس جيلا أو أجيال ومن الصعب إرجاع البلد إلى حالته الطبيعية ودوره التاريخي والإقليمي حيث يكون بؤرة بالانقسامات والتشضي والصراعات وهدر الموارد والطاقات وتفشي حالة الفساد وغياب الأمن والقانون والثقافة والتعليم الحقيقيين إن حالة الاستبداد يبدو لن تفارق حكوماتنا منذ الاحتلال الاستعماري لبلداننا وعلى الرغم من كوننا نعيش في عهد التحرر والديمقراطية وثورة المعلومات والاتصالات هناك بلدان تمتلك كل مقومات البناء والتطور والازدهار لتوفر كثيرا من العوامل فيها منها ضخامة الموارد الطبيعية والبشرية وجودة المناخ والموقع الجغرافي ووجود الخلفية التاريخية التي تمتاز برقي الحضارة إلا أن تلك البلدان تعيش حالة شاذة غير طبيعية غارقة في حالة من الفساد والتسلط والقهر التي تبنى على الفردية والتسلط والقهر أو الديمقراطية التوافقية حيث الحروب تأكل الشباب وتهدر الموارد وتخرب يجتهد السياسيون العراقيون في إدامة الفوضى لديهم طاقة فائضة موجهة لاستشعار مكامل الخراب والتأسيس عليه كيفوا أنفسهم على التنفس جيدا وسط العواصف الرملية وأبخرة الإطارات المحروقة ورائحة البارود حتى أن فرضية الأجواء النظيفة باتت تشعرهم بالخطر يعرفون المواسم ويجدون التعامل مع بدرها وحصادها ومع أن تزامن موسم تشكيل الحكومة مع موسم التظاهرات التموزية قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه يهددهم لكن واقع الحال أن قدراتهم الفذة على ابتكار الحلول والتكيف مع المخاطر تمثل حالة فريدة جديرة بالدراسة بحسب الكاتب مشرق عباس في مقال بصحيفة الحياة لم يكن مفاجئاً أن يتراصف السياسيون مع اشتعال فتيل تظاهرات البصرة لاتهام الشباب المتظاهرين بأجندات خارجية وبالتخريب والبعثية والداعشية والماسونية ولم يكن غريباً أن تتحول مواقفهم بعد أيام في اللحظة التي أعلن فيها المرجع الأعلى على السستاني دعم التظاهرات فيتقافزون إلى الشاشات لإعلان تضامنهم مع الثائرين يلعنون الفساد وأهلهم ويتصدرون المعارك ضد الحكومة التي لم تنجح في توفير الكهرباء لكن إعلاناتهم وبيانات تأييدهم لا تتعدى ثرم البصل أمام عيون الناس لأن القبول بحكومة مهنية تحارب الفساد وتستثمر الثروات وتنتصر لاحتياجات السكان وتعيد بناء العلاقات الخارجية على أسس التوازن والمصالح العراقية يمثل انتحاراً معلناً لهم تماماً كالتخلي عن حصصهم من الوزارات والعقود والصفقات التي أبرموها سلفاً مع الشركات لامتصاص أموال مؤسسات الدولة محنة كبرى أن يرتبط خروج العراق من فخ العوز والتخبط والفوضة بانتحار معلن وإرادياً لأحزاب تعيش على المحن ومحنة أكبر أن يراهن زعماء الكوارث على أن الفوضة ستستمر إلى الأبد وأن الاحتجاجات ليست رسالة تحذير شعبية واعية بطعم الدم المراق في ساحات التظاهر بل مجرد نزوة موزية طارئة يلبسون أقنعة الديمقراطية يشتكون من تعرض إرادة الشعب للتزوير ويتباكون على سرقة أصواتهم ويصغون الخطابات الكبرى عن العراق الذي تبتلعه مافيات الحروب وعن زملائهم الذين استولوا على حقوق الشعب وعن الفساد وقانون الانتخابات غير العادل لكن الموسم لم يدم طويلا فسرعان ما صمتوا لافتتاح موسم زيارات التشاور لتشكيل الحكومة صبغوا شيباتهم وارتدوا بدلاتهم الباهضة لم يضطروا إلى تقديم الاعتذار لبعضهم البعض على الأقل حول حفلات الشتائم والاتهامات التي حفلت بها الشهور الماضية فتمت اتفاق عام بأن الموسم عندما يبدأ يجب ما قبله تواتر الحديث الإعلامي أخيرا عن مشاريع لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينية عبر تصفية الأساس القانوني لحق عودتهم إلى ديارهم حيث بدأ مشرعون أمريكيون تحركا لسن قانون من شأنه تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بالاعتراف فقط بأربعين ألفا منهم يمثلون نحو واحد في المئة من أصل أكثر من خمسة ملايين بحسب مقال نشرته صحيفة العربية الجديد للكاتب نبيل السهلي جنبا إلى جنب مع المسعى الأمريكي الإسرائيلي لشطب حق العودة عبر تغييب الأساس القانوني تحاول المؤسسة الإسرائيلية اختلاق فكرة لاجئين يهود لمواجهة القرارات الدولية الداعية إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار 194 وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخيرا عن وثيقة رسمية إسرائيلية تتضمن الموقف الرسمي الذي يفترض أن تعرضه إسرائيل في قضية اللاجئين اليهود في الأرويقة الدولية وتعتبر الوثيقة حصيلة قرار سياسي إسرائيلي مصدره رئاسة الحكومة حيث يفرض على المفاوض الإسرائيلي أن يجعل مما تسمى مشكلة النازحين اليهود من الدول العربية قضية أساسية إبان مفاوضات محتملة حول الحل الدائم مع الطرف الفلسطيني ومن دون حل هذه القضية فإن القرار الإسرائيلي هو عدم الموافق على إعلان إنهاء الصراع وتشير أنباء إسرائيلية إلى أن الوثيقة أعدها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بأمر من رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو مشروع القانون الأمريكي مسعى غير قانوني ولا يمكن أن يؤثر بشيء على الوضع الراهن وهو جزء من صفقة القرن التي تهدف إلى إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ويتوافق مع قانون القومي الإسرائيلي التهويدي العنصري الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة التي تستهدف الحقوق الفلسطينية لا أدري فعلا لماذا يبذر الأمريكيون أموال دافعي الضرائب على إذاعات وتلفزيونات وصحف ومجلات ناطقة بالعربية إذا كان العديد من وسائل الإعلامين الفنية والسياسية والثقافية تتهافت على إطلاق القنوات الفضائية وإنفاق الملايين عليها لنشر القيم والنماذج الأمريكية بلسان عربي ووجوه أقلام عربية بالأرطال على حد وصف نزار قباني عن الإعلام العربي المرتبط بأمريكا كتب فيصل القاسم في صحيفة القدس العربي لقد باتت السماوات العربية تعج بالقنوات المخصصة للأفلام والبرامج الأمريكية تحديدا وهي أفلام وبرامج بعيدة كل البعد عن ثقافتنا لما تحتويه من مشاهد عنف وجنس وسقوط أخلاقي وقيمي واستهلاكي فضيع وحدث ولا حرج عن قنوات الأكشن التي تفوق قنوات الأفلام الأمريكية العربية عنفا ولا داعي للحديث عن القنوات العربية الفنية التي تقدم الفن العربي بروح وإقاعات أمريكية لا تخطئها أذن ولا عين قد يقول المروجون لتلك القنوات ذات الصبغة الأمريكية إن السوق مفتوح للجميع والمسألة لا تعد كونها عرضا وطلبا وقد يكون ذلك صحيحا من الناحية النظرية لكن أليس من حقنا أن نسأل لماذا تسيطر بضاعة واحدة دون غيرها على السوق الإعلامي العربي هل لأن المشاهدين يقبلون عليها زرافات زرافات أم لأن هناك جهات وقوى مالية وسياسية خطيرة تقف وراءها وتفرضها على السوق بشتى الطرق والوسائل خدمة لأغراضها ومشاريعها الخاصة ومشاريع أسيادها بعبارة أخرى كان ثم تخيار أمام بعض العرب ورعاتهم الأمريكي لخلخلة البنى المعرفية للمعتقدات الدينية والثقافية في المنطقة عن طريق الأعلام ترجمة نانسي قنقر نجحت شركة صينية في ابتكار أصغر مكيف هواء في العالم الذي يعمل على تلطيف الهواء في الغربة بشكل ممتاز رغم أبعاده الصغيرة وقالت صحيفة تكنولوجي المتخصصة في أخبار العلوم والتكنولوجيا أن مكيف الهواء يؤدي وظيفته بشكل جيد وجاء بأبعاد غير مسبوقة 16 سنتيمترا لطوله وعرضه بينما يبلغ ارتفاعه 17 سنتيمترا فقط أما وزنه فيبلغ 800 غرام فقط أي أنه أقل من كيلوغرام واحد الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نلقاكم بإذن الله